لجبالي لو يقولون قيمات العصور تستلمى ابغي احطها بي شاطها باختياري تسبقوا بركة الله تعالى متابعينا ومشاهدين في كل مكان لازالت الانطلاقات مستمرة ومتواصلة في ميدان الشهيد ضمن منافسات بطولة الكويت للهجن العربية الاصيلة هنا من مسافة الثمانية كيلو مترات ينطلق الشوط الخامس والمقصص للثنايا البكار خصصت سيارة كجائزة لصاحبة المركز الأول وصاحبة هذا اللقب متابعين الكرام ننطلق ونسيح مع الصدارة ومع المقدمة لنرى على أول المراكز لنرى مع أول المراكز هناك تحديات ومنافسات شعار الفيلسوف من انتزع رمز الزنايا القعدان حاضرا الآن مطر أحمد بن مطر بن مايد الخيالي من يقدم لنا مطر على المركز الأول هنا قادما من دولة الإمارات متحديا ومندفعا في صدارة هذا الشوط نقلتنا متابعين الكرام إلى المركز الثاني ليرى طواري لملحان بن راشد بن حبيبة المري من يتواجد مع ثاني المراكز بتحديات أبناء دولة قطر ومنافساتهم على المركز الثاني نقلتنا متابعين الكرام إلى ثالث المراكز ليرى الحضور من خيرة لجار الله بن سعيد بن صميخ بن بريك آل صميخ مع المركز الثالث هنا يتقدم مع خيرة الضيفة العانية من دولة قطر الشقيقة متواجدة ومنطلقة على المركز الثالث متسللة إلى المركز الثاني وعينها على صدارة هذا الشوط المركز الرابع هذه هي شواهين من تنطلق بشعار الاعلامي سطام بن علي بن شبيب أسهلي من يحضر وينطلق مع مال وطموحات أبناء دولة الكويت متواجدين على المركز الرابع والمتابع لشواهين هو المبدع دائما طحنون الجحافي من يتقدم ويقدم لنا هذه البطلة على رابع المراكز نقلتنا متابعين الكرام إلى المركز الخامس هناك بتحديات صعب المضمرين من يتواجد وينطلق مع الوسمية محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي حاضرا ومنطلقا أبناء دولة الإمارات الشقيقة حاضرين ومنطلقين بتحديات صعب المضمرين على المركز الخامس هكذا متابعين الكرام أتممنا النداء للخمس النجوم الأولى خمس انطلقت وتحدت وتنافست ومطلوبها الرئيسي هو سيارتي هذا الشوط والزعفران المرصود عند خط النهاية نعود متابعين الكرام إلى مقدمة الشوط إلى خيرة خيرة بن صميخ مع أول المراكز جار الله بن سعيد آل صميخ من يتقدم وينطلق مع خيرة على أول المراكز متأملة بأن ترسل السلام إلى أبناء ميدان التحدي ميدان الشحانية حاضرين ومنطلقين بتحديات خيرة على المركز الأول المركز الثاني هذه مطرة مع ثاني المراكز بتحديات أحمد بن مطر بن مايد الخيالي مع المركز الثاني هذا هو الفيلسوف وشعاره الحاضر مع مطرة على المركز الثاني ولكن الإعلامي بمقربة من الصدارة مع شواهين سطان بن علي بن شبيب السهلي حاضرا ومنطلقا مع هذه البطلة نعم هذه البطلة التي يشهد لها ميدان الشهيد بإنجازاتها وبطولاتها صاحبة نقاط الرئيسية تتواجد وتنطلق مع المركز الثالث ممنية النفس بانتزاع السيارة وإبقائها في ميدان الشهيد نقلتنا إلى المركز الرابع هذه هي طواري ملحان بن راشد بن حبيبة المري متقدما مع طواري على المركز الرابع يتقدم هنا بن حبيبة طامحا بالسيارة طامحا بالسلام والانتصال بن حبيبة وكعوايد بتحديات طواري على المركز الرابع نقلتنا إلى خامس المراكز هناك لا زالت انطلاقة شعار بن مرخان لا زال منطلقا ومتحكما على المركز الخامس بتحديات الوسمية محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي مع المركز الخامس هكذا متابعين الكرام أتممنا النداء الثاني لهذه نعم للنجوم المتواجدين على الخمس المراكز الأولى أربع كيلو مترات قد انطوت صفحاتها وتبقى مثلها أربع أيضا هي الفاصلة عن هذه السيارة عن هذا الانتصار الكبير عن هذا اللقب المتير لا زال بن عمدون مسيطرا على الصدار ومنطلقا ومتحديا بتحديات مطر على المركز الأول مطر على الصدار أحمد بن مطر بن مايد الخيالي من يقدم لنا مطر على أول المراكز بتحدياتها ومنافساتها المركز الثاني المركز الثاني فهي خيرة المتواجدة بشعار جار الله بن سعيد بن صميخ حاضر ومنطلقا بتحديات خيرة على المركز الثاني المركز الثالث شواهين يا سلام شواهين الأعلامي متواجدة وحاضرة بمنافسة صطام بن علي بن شبيب اسهلي مع المركز الثالث متقدما بانطلاقة شواهين على المركز الثالث وحضورها الممتاز والشيق مع ثالث المراكز المركز الرابع هناك بن حبيبة من يتواجد مع طواري ملحان بن راشد بن حبيبة المري من يقدم لنا طواري على المركز الرابع بتحدياتها ومنافساتها هنا مع انطلاقة بن حبيبة على رابع المراكز ويبدو للأربع المراكز يلولا قد انعزلت عن الشوط لتشكل لنا شوطا جديد وتحدي جديد ومنافسة جديدة وخامس المراكز هناك بن مرخان مع الوسبية ولكن نعود الى صدارة هذا الشوط الى المركز الاول الله يطواري هذه هي طواري مع صدارة هذا الشوط او نعم المنطلقة مطر لأحمد بن مطر بن مايد الاخيي لحاضر ومنطلق بتحديات مطر ومنافساتها مع صدارة هذا الشوط الفيلسوف يحضر وينطلق مع مطر بعد ان قدم لنا الزنات حيث خطف كاس الثنايا القعدان وارسل السلام الى ابناء الامارات بتحديات الزنات ويحضر الان مع مطر في هذا الشوط شوط السيارة مع انطلاقة مطر وطامحا بان يسجل النقطة الثانية وان يرسل السلام الى ابناء الامارات الذين طالما تميزوا في المهرجانات الدولية يا سلام المركز الثاني هذه هي خيرة مع المركز الثاني خيرة بتحديات جار الله بن سعيد بن صميخ مع المركز الثاني ان يقدم لنا خيرة مع ثاني المراكز مع ابناء الشحانية يا سلام هذا هو شعار بن صميخ المتميز دائما والمنطلق مع خيرة على المركز الثاني والذي يشكل الخطورة على الصدارة بمقربة من مطرة مع المركز النعم الثاني نقلتنا الى المركز الثالث ليرى ابناء ميدان الشهيد الحاضرين والمنطلقين مع شواهين سطام بن علي بن شبيب اسهلي من يتواجد مع المركز الثالث ولكن اني يا رابن مرخان يستجيب للنداء مع انطلاقة الوسمية مع المركز الرابع بتحدياتها ومنافساتها خامس المراكز مرحبا بالليوصلت مرحبا بالمستشارة التي تنطلق مع خامس المراكز لا احتاج للكشف نعم لمعرفة اسم هذه البطلة صاحبة الرمز في ميدان نجران صاحبة الانجازات بشعار بن طحنون فيصل بن فهد بن فهيد بن طحنون الهاجري ولكن ايضا التسلل من اذكار بشعار عبدالهادي بن خليل بن منصور الشهواني هذا هو الجنرال المنطلق مع المركز الرابع هنالك متحديا ومنطلقا الله 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 شعار العطية انضم الى المنافسة والتحدي معنا مارق عبدالعزيز بن خالد بن عبدالله العطية الكيلو متر الاخير اخواني الكيلو الذي يفصلنا عن السيارة ستة اسمات تواجد في موقع واحد مطر الوسمية نعم مطر الوسمية اذكار المستشار نمارق شواهين ولكن الشهواني تسلل الى الصدار انطلق الى المركز الاول الجنرال مع اذكار على صدارة هذا الشوط مع اول المراكز يوسلوم مطر مع المركز الثاني مطر بشعار احمد بن مطر بن مايد الخيالي نمارق نمارق بدأت بالانضمام الى المنافسة والتحدي بشعار العطية ولكن ركود الاعصاب يسهود في المقدمة السيارة بالانتظار اخواني الفوز مع من الشهواني بثقة الكبار الشهواني مع اذكار 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 هنا تنطلق على المركز الاول يا ذكر الله على اذكار يا ذكر الله على اذكار من تنطلق بالسيارة بالانتصار هناك نمارق تحاول مع المركز الثاني بالشعار العطية الجنرال من الحوت ولكن الحوت مع الانتصار سلامها للشهواني سلام تهاني نوال في مبروك لحصول نمارق على المركز الاول وعلى السيارة بشعار عبدالعزيز بن خالد بن عبدالله العطية وثاني المراكز كان الحضور من مطر لأحمد بن مطر بن مايد الخييري وثالث المراكز اذكار بشعار عبدالهادي بن خليل الشهواني ورابع المراكز المستشارة بشعار فيصل بن فهد بن طحنون الهاجري وخامس المراكز كان الوصول من الوسمية لمحمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي تهانينا والف مبروك لجميع الفايزين اشتركوا في القناة